خسائر نظام التركيب والتجميع فاقت الـ 40 مليار دينار سنة 2016، وأزيد من 27 مليار دينار في 2015، كما بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية من حيث حقوق الجمركة 20 مليار دينار حسب ما كشفته دراسة قامت بها وزارة الصناعة والمناجب. ويعمل حالياً في مجال التركيب والتجميع 60 متعاملاً اقتصادياً بمجموع 20 ألف منصب، في حين نسبة الإدماج لا تتعدى العشرين بالمئة خارج فرع السيارات، فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35% وأربعين بالمئة. وعلى عكس ما كان منتظراً من هذا النظام توضيح الدراسة، فإن الوردات من حيث قيم مستلزمات التجميع والتركيب ما فتئت ترتفع لتبلغ حوالي الملياري دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأزيد من 851 مليون دولار سنة 2014. أما بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، فإن هذا الرقم قد فاق الواحد مليار دولار. أما الصادرات فقد ظلت منعدمة تقريباً، بمبالغ لا تتعدى الـ 45 ألف دولار سنة 2014، 69 ألف دولار في 2015، و314 ألف دولار سنة 2016، أو في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 قدر هذا المبلغ بـ 146 ألف دولار. أما من حيث توفير مناصب الشغل، فإن مساهمة هذا الفرع كانت ضعيفة جداً، أو كمثال على ذلك، فإن الخسارة المسجلة بالنسبة للخزينة العمومية في 2016 توازي إنشاء 70 ألف منصب شغل بواقع 50 ألف دينار للشخص. أما فيما يتعلق بفرع السيارات، فالأموال غير المحصلة للخزينة تقدر بـ 13 مليار دينار في 2016، ومبلغ 6.82 مليار دينار في 2015 أبلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من الغام الجاري 8.24 مليار دينار. كل هذا دفع بالحكومة إلى مراجعة سياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كلياً، السيكادي والأسكادي، المنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية، الذي لم يؤدي فقط إلى تقليص المداخيل المالية للدولة، بل وحتى كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الأهداف المرجوة منذ بداية تنفيذه سنة 2000.